استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر الإقضابية صباح اليوم السيد عبدالله بن هندي وأولاده حيث هنأهم سموه باحتفال مجموعة بن هندي بليوبيل الذهبي بمناسبة مرور خمسين عاما على تأسيس المجموعة وخلال اللقاء شاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بالدور الذي تقوم به الشركات العائلية كدعمة هامة للاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق مستويات عالية من النجاح الإداري والمالي وهما عزز من قدرتها التنافسية حليا وإقليميا وأكد سموه حرص الحكومة على مساندة ودعم رجال الأعمال والقطاع الخاص من خلال تقديم كافة التسهيلات التي توفر لهم المناخ الملائم للاستثمار في أجواء من المرونة والانفتاح وأثنى سموه على الجهود التي تقوم بها عائلة بن هندي باعتبارها إحدى العوائل التجارية العريقة في المملكة مبديا سموه إعجابه بالنجاحات الاقتصادية التي تحققها مجموعة بن هندي التجارية على كافة المستويات وأكد سموه أن ما تقوم به العوائل التجارية من إسهامات تشكل دعما لجهود الحكومة على صعيد التنمية مشددا سموه على أهمية تضافر جهود الجميع في القطاعين العام والخاص من أجل الارتقاء بالوطن ورفعته من جانبه رفع السيد عبدالله بن هندي خالص آية الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يليه سموه من دعم للقطاع الخاص والتجاري في مملكة البحرين وهو ما يأتي تجسيدا لرؤية سموه السديدة في مساندة كل ما يساهم في تطوير الاقتصاد الوطني مؤكدا أن دعم سموه للشركات التجارية والعائلية يشكل أكبر دافع لهذه الشركات لكي تواصل مسيرة العمل في مناخ من الثقة التي يدفعها إلى مزيد من النجاحات اشتركوا في القناة